بسرعة رياح تصل إلى 240 كيلو مترا في الساعة ضرب الإعصار مايكل سواحل ولاية فلوريدا وهو من الفئة الرابعة ثاني أقوى درجة في تصنيف الأعاصير ولأن إعصارا بتلك القوة يخلف عادة دمارا هائلا واصلت السلطات حث سكان الولاية وتحديدا مدينة بانما ومحيطها على البقاء في مكان آمن لتفادي تبعات إعصار حشدت الولاية لأجله مواردها ووصفته بالأعنف منذ قرن من الزمن في تلك المنطقة الآن وقد وصل الإعصار أصبح التنقل غير آمن إذ سيعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر نركز الآن على الاستجابة والتعافي من هذه العاصفة وقد أصدر الرئيس دونالد ترومب تعليمات للوكالات الفيدرالية بتقديم الدعم لعمليات الإغاثة الطارئة وأكد أنه سيزور المنطقة التي ضربها الإعصار خلال أيام نحن على أتم الاستعداد وقد وفرنا كميات هائلة من الغذاء والمياه لتقديمها للسكان بمجرد زوار تأثير العاصفة وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من أن الرياح العاتية المصاحبة للإعصار تسببت بارتفاع الموج ليصل إلى أربعة أمتار في بعض المناطق مع هطول غزير للأمطار ما يعني حدوث فيضانات مدمرة خاصة في المناطق المنخفضة وتثير سلسلة العاصف التي ضربت الساحل الشرقية للولايات المتحدة وخاصة الجزء الجنوبي منه تساؤلات حول أسباب الزيادة في عددها وقوتها ومدى قدرة المجتمعات المحلية على تحمل المزيد من الكوارث الطبيعية ترجمة نانسي قنقر